بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فكية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض من ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليبين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلم فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم عيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فلرب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربهم أقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له ويب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبتل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقى من أوفلنا طلبهم عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا آتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابطها وإن يستغيثوا يراثوا بما إنك المهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نطيع أجرما أحسن عملا أولئك لهم جنات عذن تجري من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من أساور من زهب ويلبسون ثيابا خطوا من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك معمى الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنطل وجعلنا بينهما جرعا كيس الجنتين آتت أكلها ولم تولم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنمته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن فرني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أبي أن يؤتيني خيرا من جنتك وينسل عليها حسبانا من الزماء فتصبح صيدا زلقا أو أصبح ماءها روى فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمر فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي صاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هلالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به لبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذرور الرياح وكان الله على كل شيء مقتبرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادل منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيت كان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دولي وهم لكم عدو بئت من الظالمين بذلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول لابوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار خضلوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءه يودا ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطب ليجحبوا به الحق واتخلوا آياتي وما أنذروا غزوا ومن أولم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفطروا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلفناهم لما ظلموا وجعلنا لمهنئهم موعدا وإذ قال موسى لفتاء لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاء آذنا وداءنا لقد لقينا من سبرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نتيت الحور وما من ثانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتبدى على آثار ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا عما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به فرا قال تتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا أولاما فقتله قال أقتلت نفسا سكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك من شيء بعدها فلا تصاحبني قلب لود من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقص فأقامه قال لو شئت لستخلت عليه أجرا قال هذا خراك بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا وأما الولام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرفقهما قضيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لأولامين يدينين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا ملغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يخطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أسرغ عليه قفرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نسلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا